بأناملة تغزل الأمل والطموح تطبق ربا حسين ما تعلمته من مهارات الخياطة كواحدة من متدربات اللواتي قررنا عدم الاستسلام واليأس لواقع الحياة وإفرازات الحرب ربا كغيرها من النساء التي أخذنا العزم على اكتساب هذه المهارة المنجية من البؤس برغم كل التحديات والصعوبات في هذا المكان صورة مصغرة للشغف لدى هؤلاء المتدربات اللواتي يزدحمنا وهنا يحاولنا اكتساب فنون هذه المهنة من أجل الاعتماد على أنفسهن نقش ونحط في الصخر فيما يبدو وتحديات ليست بالشيء السهل كما تقول الجمعية المهتمة بتدريب هؤلاء النساء التي فقدنا السند والعائل فنحتاج إلى أن يدعموا هؤلاء البنات هؤلاء الذين فعلا بحاجة إلى الدم كي يؤسسوا حياتهم كي يعني تآيشوا مع الوضع الاقتصادي اللي احنا الآن نآنيه ويآني منها الوطن بشكل عام وبصراحة عدي الله سبحانه وتعالى أن يمن على بلادنا وشعبنا والحبيب وأن يعطينا ما نتمنى وكل بنات منهم تحية لهم ألا جهدهم ألا مساعدتهم مساندتهم لأهلهم طبعا هم معانين الآن في الوقت الحالي اللي يعانوا منهم المكاين المكاين والمشاور وأدم التوفير البز تقول الجمعية المهتمة بتدريب هؤلاء النساء المستهدفات أنها تحاول القيامة بذلك بجهود وإمكانيات فردية في وقت تواجه فيه صعوبات ماثلة وحقيقية تحد من أنشطتها وخطتها المستقبلية شركة الجمعية في تدريب وتأهيل النساء الذي بدون عائل في جانب الريزون الثيمات الخياطة كما شاهدتوا قبل شوي احنا الجمعية تحتاج إلى رافض يعني لأنها الآن تقوم على مجهود فردي أو مجهود شخصي عملناهم على الدفع الآن الدفع الموجودة 25 وأنا عندي مكاين 16 مكينة فيما تكفيش العدد مثلا أقول لها مايكا فهن مصرات يتعلم مصرات هن يقدم لنفسهن شيء من أجل يأخذ الفكرة وشيء محتاجات في هذا الجانب خاصة الأسرة الأسرة التي بدون معين ما بيش معهم معاين سلوى الأغبس نازحة أخرى التحقت بدورة تعلم الخياطة بكل إصرار على أمل اكتساب حرفة تمكنها من الاتكاء عليها لمواجهة واقع العيش والنزوح استفدنا كيف نخيط استفدنا إن شاء الله نستفيد مكاين لأننا في ظروف هذا العيام صعبة خاصة خصوصا أننا نازحين جينا هنا نشكرهم لأنهم أتاحوا لنا هذا الفرصة أننا نقدم على هذا المشروع وإن شاء الله نحن ما نخرج من هذا الدائل لأننا نتعلمات ننفع أنفسنا وننفع الناس المحتاجين إن شاء الله بإذن الله غاية واحدة تجمع كل هؤلاء المتدربات وليس لديهن طموح إلا بتبسم ظروف وإمكانيات التدريب قليلا قبل وصولهن إلى وجهتهن الأخيرة